اشتركوا في القناة لكي لا نستولد اي شيء ولكي نكافح تهريب العملة عن طريق الاستيراد ولكي لا نستولد الخردة ماذا يجب القيام به من اصلاحات لماذا نفكر بمنطق التصدير الى الشمال فقط فيما يتوفر الجنوب ومنه الدول الافريقية على اسواق وعدة هل يمكن وضع اطار خاص حتى يتوجه فائض الانتاج الى الجنوب والشمال ما هي السياسة التجارية التي يجب ان يتفق عليها الجميع حتى يتحقق فائض في الميزان التجاري لماذا تتسابق الدوائر الوزارية في الدول المتقدمة على نشر دراسات اقتصادية خاصة بسق كل قطاع الم يحن الوقت للقطاعات الوزارية الجزائرية ان تنشر دراسات محلية وخارجية حتى تفتح شهية المتعملين الاقتصادية مع الخبراء نناقش في هذه الحلقة السياسة الاقتصادية والتجارية في الجزائر وكيف يجب ان يعتمد النمو الاقتصادي على التجارة الخارجية مشاهدين في كل مكان طبقة اوقاتكم واهلا بكم في برنامج قضايا اقتصادية لهذا الاسبوع نبحث قضية الساعة مع ضيوفنا الكرب السيد دكتور محمد حشماوي المحلل الاقتصادي مرحبا بك دكتور اهلا وسهلا كما اسعد كذلك باستضافة سيد اسماعيل للماص خبير في التجارة الخارجية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير اهلا وسهلا مساء الخير كما يشاركونا في النقاش كالعدد دكتور محمد حمدوش الخبير المالي والمستشار الاقتصادي شكرا مالي نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل مرحبا مجددا نبدأ معك سيد للماص التجارة الخارجية تعتمد أساسا على استيراد سلع وختمات بأحسن سعر و أحسن نوعية بينما ترتكز الصديرات على السلع ذات القمال العالية لكي لا نصل إلى استيراد أي شيء لكي لا نصل إلى استيراد الخردع مثل ما هو متداول ما الذي يجب القيام به؟ معروف أن الأسواق الجزائرية يعني الآن هناك فائد من كل شيء من المنتجات بعد بسم الله الرحمن الرحيم والله نشاط التجارة الدولية نشاط غير منظم وغير مهيكل في الجزائر إذن نعرف بأن تحرير هذا النشاط منذ عشرين وثلاثين سنة فقط ولكن لما فهمناه اليوم بأن في التجارة الدولية هناك تلت محاور كان محاور التصدير ومحاور الاستيراد ومحاور جلب الاستثمار الأجنبي ليدخل في هذا الإطار لكي يكون عندك نشاط تجاري منظم يجب أن تكون عندك مؤسسة لتسير هذا النشاط نعم للتضبط وتراقب وتسير وتنظم يجب لك استراتيجية يجب لك مخطط لما تكلم على استراتيجيين تكلم على مخطط لازم هيكل لازم كفاءات ولكن اليوم في الجزائر وللأسف كل هذه الأشياء غيبة والدليل الأرقام التي نرى في بلاد تستورد أكثر من 60 مليار دولار إذا نظيفها القدمات ونصدر خارج المحروقات حوالي 2 مليار وفي 2 مليار كان حوالي 60% مشتاقة البترول وبالتالي تصور بلاد مثل هذا يصدر حوالي 600 إلى 700 مليون دولار هذا غير منطقي لما تقول لي السوق الجزائرية ستستورد كل شيء نعم في السوق الجزائرية كل شيء خردوات إلى آخر ولكن هذا المسؤولية تعود إلى إنعادة مؤسسة للضبط ومراقبة هذا الاسترات نزيد إضافة إلى ذلك غياب هياك المراقبة تصور بأن بلاد مثل الجزائر ما عنداش معايير ومقاييس خاصة بها لنعم لتسمح باش تراقب وتحمي المنتوج الوطني تراقب وما تخليش أي منتوج يفوت إلى السوق الوطني وبالتالي فكل هذه العناصر إضافة إلى ذلك يعني تسهيلات التي أعطيت في سنوات الآخر إلى نشاط الاستيراد والمشاكل ليدخلوا فيها النشاطاء في مجال التصدير خلى يعني خلى يعني أعطى الأولوية خلى البواب مفتوحة للمتعاملين في الجنب الاستيراد وأنا ما نسدد يعني صابوا كل أشياء ملائمة رحوا استغلوا الفرصة ورحوا من أجل الربح لأن هذا هو المنطقة التجارة منطقة التجارة هو ما عندهش جانب الاجتماعي والسوسيال منطقة التجارة هو كيف يعني كمون فيع دي مارش بنيفيسي تعظيم الربح هذا هو نحن المسؤولين يفهموا باللي في التجارة سيجيبيز الناس والهدف هو تعظيم الربح ما لحقنا لهذا الشيء اليوم تصور بأن النشاط التجاري في الجزائر يستير بطريقة بيروقراطية بطريقة خارج خارج على كل معالم تالبيزنس وتالا الاقتصاد وبالتالي اليوم تصدير اخفقنا فيه فشلنا فيه الاشتراد مقدرناش نضبطه جلب الاسيثما الأجنبي رانا فاشلين رانا في الآخر المراتب ما بين البلدان في الإفريقية ولا في العالمية وبالتالي فاليوم نشوف بأن نشاط التجارة الدولية راهوا في مستوى يعني مؤسف شكرا سيد للمص دكتور حشماوي لكي نصلح ما اخفقنا فيه لكي نخرج من منطق سياسة استيراد اي شيء ولكي نحسن صادراتنا ما الذي يجب القيام به اولا ربما الممارسة الحالية والممارسة التجارية الحالية هي لها اسباب فاحنا لا ننسى بأن مثلا التجارة الخارجية كانت مهمة شاملة في السياسات الاقتصادية الجزائرية نكون لا نعتمد على الاتيازة الخارجية كمحرك او عامل من عوامل مثلا النمور الاقتصادي ان في كل البلدان التجارة الخارجية هي عامل من عمل من اقتصادي وهي محرك للنمور الاقتصادي ولكن احنا في سياسة الاقتصادية استدرى بعد الاستقلال لم نعتمد كثيرا مثلا عن التجارة الخارجية وبدأنا في تحرير مثلا التجارة الخارجية الى في تسعينيات ولكن هي بداية محتشمة ايضا فيها تحرير وهو تحرير تدريجي ليس تحرير كامل وهو تحرير تدريجي اذا معناه ان كين جانبها الجانبها وجانب تاريخي في سياستنا يرجع الى سياستنا الاقتصادية القديمة الان فعلا الان الكل يعتزي مثلا الدخول مثلا في نظام السوق في اقتصاد السوق وبالتالي تحرير هذه التجارة الخارجية والاعتماد مثلا على الاستيارة ولكن فعلا دخلنا لهذه التحرير ولكن بدون قاعدة انتاجية لان هناك غياب قاعدة انتاجية معنا اولا غياب القاعدة لنصدر عندما نريد التصدير يجب ان يكون هناك انتاج ما هو الانتاج الذي نصدره والاعتماد على الانتاج وعندما نقول اعتماد الانتاج يكون هناك استراتيجية لتصدير يجب تحديد ما هي القطاعات التي يمكن نعتمد عليها في التصدير ما هي المواد التي يمكن نصدرها ما هي الأسواق التي يمكن ندخل إليها هل فعلا هناك شروط التصدير هي متواجدة لأن التصدير له شروط وبالتالي هل هذه شروط فيها شروط مثل جبائية فيها شروط جمهوركية فيها شروط مالية فيها شروط مينية من الذي يجب أن يلعب الدوق هذا هناك عاملين فاعلين في سياسة التجارية فاعلين في القصاد لأن أولا المصدر تانيا أجهزة الضبط لأن أجهزة الضبط وهي السلطات هي وزارة التجارة وهي الجماريك هي مجموعة من وزارات المالية مجموعة من وزارات ولكن هناك أيضا الفاعلين الاقتصاديين هناك المنتجين هناك كل هؤلاء ينبغي أن تكون هناك توافق ينبغي أن تكون هناك أعتقد رؤية موحدة من أجل التصدير لأن التصدير لم يجد مثلا لنصدر مثلا تصدير الظرفي هل فعلا الظرف نترك مثلا الظرفي يدفعنا إلى التصدير نتكلموا على البطاطا لا هو تصدير ضرفي سنة 2015-2016 نتكلموا على البطاطا فعلا إذا كنا نتكلموا على البطاطا هي تصدير ضرفي جاء ضرف معين لأن فيها ضرف معينة فقط ولكن هل فعلا هناك تستراتيجية من الاستمرار في تصدير البطاطا في السنوات الأخرى لهذا قلنا يجب أن تكون هناك تستراتيجية أعتقد بأن الآن فعلا من خلال متابعة ربما لهذا الميدان أعتقد بأن الآن أصبح هناك أصبح هناك حوار حول عمل التصدير لماذا؟ لأن أعتقد أن الآن ربما انخفاض أسعار البترول دفعت بهذه الفاعلين دفعت بالسلطات للاهتمام أجبرتهم للتفكير مثلا في التصدير خارج هذه المحروقات والآن يجب أن هناك لقاءات ما بين وزارة التجارة ما بين الفاعل الاقتصادي هناك تحرك هناك تحرك من أجل رسم هذه الاستراتيجية وبالتالي الاستمرار أو تحديد ما هي ربما القطاعات التي يمكن أن نعتمد عليها في التصدير لأن في التجارة الدولية ليس هناك ما نسميه باكتفاء ذاتي لا إن دائما الدول تنتج مجموعة من منتجات ولكن لا تنتج منتجات أخرى لا يمكن أن نحقق اكتفاء ذاتي في كل منتجات ولهذا هناك في التجارة الدولية ما نسميه بالمزايا النسبية أو بالمزايا النسبية أو بالتنافسية معناه إذا كانت هناك عندنا مزايا نسبية في بعض المنتجات لماذا لا نصدر لماذا لا ننتج هذه المنتجات حتى لم نحقق اكتفاء ذاتي فيها لن نحقق اكتفاء ذاتي فيها لأننا نعتمد عليها على التصدير ويمكن من خلال هذا التصدير يمكن أن نستورد مثلا من توجهات أخرى التمور مثلا مثلا التمور مثلا بعض المواد مثلا الفلاحية ولكن قلت بأن هذه المواد أحيانا نقول كثير نسمعون هضرو بأن هناك إمكانية فلاحية يمكن أن نصدر كذا يمكن أن نسكر كذا هل فعلا سنستمع؟ هل نحن قادرين للتنافس؟ لأن الآن رجعت سوق تنافسي كثير جدا مثلا قلت بأن لماذا مثلا أسواق الشمال ليس أسواق إفريقيا الأسواق هل يجب معرفة هذه الأسواق؟ الدخول الأسواقي يجب دراسة هذه الأسواق يجب تكييف مع هذه الأسواق لأن لا يمكن بين عشية وضحاء نصدر للسوق ويقبل هذا المنتوج ويباع هذا المنتوج لأن الآن هناك عناصر عناصر تنفسية كبيرة إذا كانت مثلا السعر كعنصر إذا كانت الجودة كعنصر آخر إذا كان الوقت مثلا كعنصر آخر لأن حتى الوقت مثلا لوجود هذا المنتج في سوق معين كل عناصر كما قلت إذا كانت هناك مرافقة هل هناك مرافقة للمصدرين نرجع دكتور حميدوش إضافة سيد لال مص إضافة من الجانب استراتيجي بالفعل تكلم على تدخل القطاعات لأن استراتيجية في تطوير الصادرات تعتمد على الاستراتيجيات القطاعية هي التي تغذي الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات نتكلمها في جانب التصدير السؤال اللي نطرحوه ماذا نصدر ولمن وكيف هذا هو ما تلت ماذا نجيب هذا الجواب على هذا السؤال تجيبه من القطاع الفلاحي تجيبه من القطاع الصناعي هو اللي يعطي لك المعلومات كما وكيفا ونوعا إلى آخره باش تغذي هذه الاستراتيجية الوطنية لتعرفوش عندك اليوم تصور بأن القطاعات نتحدى كل قطاعات نروح تشوف الوزارات كل وزارات ما يعرفوش عندهم من طاقات ما هي القدرات اللي عندهم في كل قطاع في كل نشاط دراسة اقتصادية حول كل قطاع نبدأ بكل قطاع نعرفوش عندنا نعرفوش بس كل ناس تقول القدرات الجزائرية كبيرة صح ولكن أين هي هذه القدرات إليه أو الوطن شكرا سيد للمص دكتور محمد حميدوش ما هي السياسة التجارية التي يجب أن يتفق عليها الجميع لكي نحقق فائض في الميزان التجاري بناء على كل ما تفضل به دكتور حمش حشماوي سيد سمعي للمص سيد رسالة سيد صح في سياسة التجارية كايين ميكرو معناتها الانتريباية المؤسسة اللي قد تكون عندها سياسة تجارية سياسة تجارية معناتها المنتوج لقم التعليل السعر سياسة السعر سياسة الماركوتينج بروموسيونال بيجيت يعني أشياء كثيرة هذا يخص المؤسسة أما ضرك على مستوى تعدولة أراك التفل مقدمة يعني الراصيد هذا في الحقيقة التجارة الخارجية إذا كان معندها فيه فائد هو يزيد لك في الدخل معندها النمو زاد إذا كان الراصيد هذا فيه عاجز معندها ينقص لك من النمو معندها عندك يندكر وصص إذن الإشكال هو أنه ما زال الآن ما ترحناش الطرح الصحيح يعني فيما يخص مختلف سياسات بالنسبة للسياسة التجارية السياسة التجارية من الجانب الأكاديمي هي جزء من السياسة الاقتصادية الخارجية معندها باللي ما دم راك يقول تصدير استيراد راصيد معندها باللي راهان فيزيا الخارج إذن في الواقع وشن هي ستوضع قواعد خاصة بالمواطنين بالنظر مع القواعد الموجودة مع دول أخرى مع مواطنين أخرين هذا هو لأنظروا يعني المتغيرات أو كيفاش كان يشوفها من الجانب الاجتماعي سياسة التجارية معندك ينجوها سيلي بلون سوسيطال معندها هنا وش يشوفو الناس الضغطة ولا الجامعات الضغطة كان تأثير هذا التأثير انتاحهم يوجه سياسة التجارية نحو اتجاه معين كان يشوفها من يعني من الجانب دولة ولا سيستيميك دولة يعني لحسب القوة انتاحها ولا الوضع انتاحها يعني بالنسبة الاقتصاد العالمي قد يكون عندها تصرف سلوك فاعلين اذا في النهاية هذا الابروش سيستيميك تخلي بالليل يعني التجارة الخارجية ولا التنظيم التجارة ببني على حسب الواقع مع الخارج ويجي يعني الابروش بيروكراتيك ولا التنظيم البيروكراتي لما ما يكونش استراتيجية ما كانش توجه اذا كان هنا عدة فاعلين في النهاية هذا عدة الفاعلين كيفاش يكون الخيارات الخيارات راح يديرهم هم البيروكراتيين بناء على أولويات ولا على توجهات في النهاية واش نحوس في هذا النظام البيروقراطي نحوس على التوازن إذن في الأساس في الحقيقة الإشكال والراحة إحنا علىها ما عندناش سياسة تجارية لأن سياسة تجارية جاية في الوسط عندك سياسة اقتصادية عندك سياسة خارجية وتجي سياسة تجارية دونك سياسة تجارية واش معنتها معنتها باللي غادي تبني بالدرجة الأولى لا عينيك صدير عندك سيستام تباقع يعني صاري في العالم وماكش تبقى ميزولي وانت هنا وحدك تحوز دير التجارة الخارجية إذن معناه أن في المنظومة منتعك الاقتصادية قال هذا العام احنا حابين نطوره حابين قيمة مضافة حابين استثمار كابيطاليستيك وما ندفر إلى آخره إذن هذه التوجهات الاقتصادية مبنية على توجه في عالم معنتها يكاينة عولمة ماشي دير رحك وحدك إذن هذا التوجه يعني في ظل منظومة العالمية رايحة تحامل وشكون سياسة خارجية ولا الدبلوماسية الخارجية إذن عندك هذوك الاتفاقيات العالمية اللي يكاينة كيف تنظم فيهم ما يخفاكش باللي يعني بعد الحرب العالمية الثانية يعني هذا التبادل الحر التجارة الخارجية إلى آخره يعني كانت قالها الرئيس الأمريكي ودروري ستون في 1909 يعني ماذاك الوقت الآن بعد الحرب العالمية الثانية كي جات القات والوامسي يعني جو جوالت يعني العالم كيف يدير هذا التوجهات إذن الآن أنت يعني كيف نقول الدبلوماسية أنت يجب أن تلعب دور يعني المستوى الخارجي رايحة يعني عندك أسواق كي ما قلتها دراسات تبع إلى آخره إذن مثال يعني وزارة الاقتصاد الفرنسية نسيب يعني مديرية متخصة بالمناقصات متخصة غير الأسواق حتى في الولايات المتحدة الأمريكية المجلس الأمن القومي عنده هيئة خاصة بهذه الأمور ويلفيز مثال الولايات المتحدة الأمريكية ييلفيز دابور ليغرو مارشي بريزي الصين إلى آخره كل الفرص اللي يكاين ويرافقوها ويتابعوها إما من جانب الاستثمار مثل ما تكلم استثمار أجنبي لاحظ مثال رافعنا لما كان يمثل في رنسا إذا كان شريك قدرت استثمار أجنبي مباشر معناها اللي تبعو السافير معناتها وزارة الخارجية هذا إذا كان في حالة استثمار أما إذا كانت في حالة مناقصة ولا هنا تصيب عفوا العكس هنا تصيب وزير الخارجي إذا كانت مناقصة أما إذا كان استثمار ولا يعني على العموم تبعت وزارة الاقتصاد وهنا تصيب وزير الصناعة هو اللي يتحدث وكاين تنسيق يعني كما قلتك رافعنا لمستوى رئاسة الجمهورية إذا ما هي هذه الأسواق كيف نوصلها إذا في النهاية هو أنك رايح توضع قواعد قواعد هذه معروفة تقدر تكون جمهوركية ويعني طارفة نون طارفة كوطة أيضا قواعد هذه المزير كيف يكون الدعم كيف تمضي اتفاقيات كيف تدير الشراكة كيف تجلب بالاستثمار كيف 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 شكرا دكتور حميدوش سيد للمس كيف نقيم اتفاقيات كيف نبحث عن الأسواق كيف نتميز ما هي فرص الجزائر في الأسواق العالمية في أسواق الإفريقية كسوق يعني واعد والله يشوف إذا نفهم شي أن إذا الجزائر حبت تطور هذا نشاط تصدير إذا نفهمه بأن حنا باش نجحو في هذا المجال إذا ننتقل من شكل اقتصادي مبني على الاستيراد إلى شكل اقتصادي مبني على تصدير عندما نتحدث عن الأسواق نتحدث عن تصدير فهو ستا مودي الإكتصادي يعني الشكل اقتصادي محد فحنا بنا ننتقل نديرو هذه النقلة بدون أولا ما نغير الدهنيات بدون ما نحط الميكانيزمات لازمة لهذا الشي بدون مخططات بدون مخططات بدون استراتيجية بدون توعية لماذا؟ حبيت تطور صديرات في مستوى المؤسسة فحنا في الجمعية العمل الأهم هو توعية رجال أعمال ورؤساء المؤسسة فاش نوعية يجب يفهموا هذه الناس المسؤولين بأن نشاط تصدير يجب يدخل داخل استراتيجية تطوير المؤسسة فالتصدير هي عملية بيع عملية مربحة لدخل دخل أموال لازم المؤسسة اليوم تفهم بأن ما داخلها ما تقدرش تكون غير في السوق المحلية يجب نروح إلى السوق الدولية باش تسمح لها تطوير لماذا؟ لأن هناك تهديدات يومية على المؤسسة يومية من المنتوج نتكلم أغير على المنتوج الخارجي يوميا يوميا نطلح لسوبيغات وليس بمنتوجات جديدة وبالتالي فهذا يقلص حصص السوق للمؤسسة وبالتالي يزم لهم تكون عندهم من بوليتيك أغريسيب منها سي بورسا كان النادي باش يفهموا هذه المؤسسات بلي نشاط التصدير يزم يدخل تكون مركبة من المركبات تطوير ونحن نتكلم عن الأسواق الإفريقية هل الأسواق الإفريقية هي الحل بالنسبة للجزائف بمرحلة أولية شوف هذه كل الناس يتكلم عن الأسواق الإفريقية بأنها أسواق سهلة هذا خطأ كبير لماذا هذا خطأ؟ أولا ما كانش السوق سهلة وسوق صعبة ثانيا وعليش نقول لك بلي هذا خطأ كبير سبقوك لا يعني المؤسسات سبقاتك شوف تكلم على سوق الإفريقي تصيب الصينيين راهم التم الأمريكان راهم التم الفرنسيين راهم ساكن التم احتى المغاربة في بعض البلدان الألمان راهم التم وتقول لي السوق سهل أنت تكلم لي على السوق وين أكبر بلدان اقتصادية اقتصاديا راهم التم كيف تقول أنت سهل وبتالي فليوم مبقاش سهولة ينسوها في كل ما يدين اليوم كان علم وكان دراسة وكان تخطيط وكان اقتصاد دورك أحبت تصدر هل عندك العرض اللازم لكي تصدر هل كيفت هل أقلمت هل عرفت عرفت وين راه هل كيف تصدر هل درت المعقاييس اللازمة هل درست الأسواق هل عندك عندك سياسة قطاعية معروفة واضحة هل عندك المؤسسات اللي تساند المصدر هل عندك البنوك اللي تمشي مع المصدر هل عندك الناس اللي عارفوا يديروا لك دراسة تسوق هل درت تشخيص للمؤسسة إلى آخر زيد هل عندك كما قال الأخ ديبلوماسية لازمة باش تنشي مع عاملة تصدر هل هناك سياسة وطنية لتصدر إلى آخر زيد هل عندك لالوجيستيك هل عندك وسائل نقل أنت تكلم أننا ستصدر مع النحطة باخيرة لا يمكن الجزائر لا يوجد باخيرة لا يوجد باخيرة لتنقل لأجنب 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 في الاستيراد تخوى 4 مليار دولار 3 إلى 4 ملايير دولار ترح في النقل تصور حبي تصدر زيد هل عندك هل عندك تصدير شكل اقتصادي يحب هنا نتكلم على النقلة عندك 50 سنة ولا 60 سنة والبلاد يتمشي بطريقة بابنية باستيراد اليوم قالك لا لا ندرنا زوش كيلو بطاطا زيادة قالك لا لا يجب نروح يجب نروح تصدير ورننا تصدير وندير الليجان وشما زوج الليجان واحدة في مستوى وزارة تجارة والأخرى في المستوى الوزارة الأولى تصور مشكل كما هذا زوج الليجان زوج الليجان تعم مؤسسة وطنية الصافية حتى جونسي باكو هما ما راح نحل كل مشكلة تصدير شكرا سيد للمص كان هذا سهل سيد حشماوي لكل ما تفضل به سيد للمص لا لا في ظل هو تكلم على الأسواق الإفريقية قال حتى الأسواق الإفريقية هي صعبة باش تدخلها وكل يراهن على السوق الإفريقية يعني تتكلمت طرحت نقطة مهمة هي أن المنتوج الجزائي يجب أن يتميز لكي يتم بيعه في الأسواق الخليجية فعلا لأنه قلت ينبغي دايما الدراسات لأنه أنا أعتقد أن السوق الإفريقية ليست هي مثل هكذا نتفكرها بأنها تستقبل المنتوجات لا بحكم القرب هناك أسواق ربما أوروبية أقرب من أسواق الإفريقية وهناك يمكن وسائل ربما استعمالها مع أوروبا أفضل من وسائل استعمال مع إفريقيا لأن التجارة هي تكاليف لا ننسى بأن التصدير هو يعتمد على التكلفة كل ما كان تكلفة مرتفعة لا يمكن أن نصدر علاش لأنها سيبقى المنتوج منافس ولهذا فكل وسائل تكون متوفرة من نقل من كده إلى غير ذلك ولكن الأسواق الإفريقية محتاجة إلى استثمارات ليس إلى تصدير إذن هي محتاجة إلى استثمارات يمكن يقول بأن الأسواق يمكن أن نستثمر ولهذا يمكن علشان أقول لك وضع استراتيجية كيف ندخل إلى هذه الأسواق هل ندخل عن طريق تصدير من الجزائري إلى الأسواق الإفريقية هل ندخل عن طريق تواجد بمؤسساتنا بفروع مؤسسات داخل وأعتقد أن الأسواق الإفريقية من الأفضل تواجد فروع مؤسسات بالمؤسسات الجزائرية في الأسواق الإفريقية نحن نهضر السياسة التجارية السياسة التجارية ما هي؟ سياسة تجارية هي مجموعة القواعد، مجموعة المراسيم مجموعة الإجراءات لتنظم التجارة الخارجية. التجارة هي تدفق سلاع الخدمات بين دولة ودولة أخرى ولكن السياسة هي كل ما ينظم ويؤثر هذه التدفقات يجب مثلا يكون هو الليدر السياسة وهي السلطات وهي الضبط هي التي تضع معنا بأن يجب على السلطات أن تضع وفعلا بدأنا نوضعها لأنها كانت إصلاحات كبيرة مثلا في هذا الميدان مجموعة من القوانين مجموعة المراسيم التي تحول مثلا الجماريك حول قانون المنافسة حول قوانين مثلا التجارة الخارجية في حد ذاتها لأن كل القوانين التي كانت ربما قوانين احتكار التجارة الخارجية التي كانت التي جابها مثلا قانون 278 كلها تقريبا تغيرت ولكن لازمنا نتحرر بشكل كامل ربما لهذا قلت يجب وضع هذه الاستراتيجية وتوفير وتوفير هذه لأن المنتوج نتاعك أولا يجب أن المؤسسات تلعب دور تكون هي المؤسسات التي قادرة تنتج شنو هي القطاعات التي قادرة تصدر لأن معرفة ربما أذكرها زميلي نعربي بأن بعض القطاعات لا تعرف حتى مدونة المنتوجات نتاع القطاع في نفسه لا يجب أن تكون عندما نتكلم عن الفائلين وهي المؤسسات لأن المؤسسات التي تصدر ليست الدولة ليست السلطات وإنما المؤسسات أولا ما هي هذه المؤسسات التي تصدر وماذا تصدر وكيف تصدر يجب دراسات ويجب وضع استراتيجية ومرافقة هذه المؤسسات تتصل إلى هذه الأصوات المواضيع الدكتور حشماوي هل المناطق الحرة حل من الحلول؟ بالنسبة للجزائر الآن ليس أعتقد بأنه حل ليس أعتقد بأن المناطق الحرة لأن المناطق الحرة فيها اختلاف اختلاف فقط في السياسات التجارية لأنها تخضع إلى سياسات وإجراءات جديدة لا تخضع إلى الإجراءات ربما التي تخضع في الدولة ذاتها ممكن تساعد على الاستثمارات تساعد على جرب بعض المواد ولكن هل هي فعلا حل؟ لأن لماذا المناطق الحرة؟ المناطق الحرة التي درناها فيها سنشجح الاستيراد أكثر من تصدير لأنك تبع مناطق حرة مثلا هنا سيؤديها في الجزائر كل منتوجات الأجنبية تدخل إلى هذه المناطق الحرة أو استثمارات تدخل إلى هذه المناطق الحرة يمكن من خلال إلا كان هناك استثمارات يمكن لأن الطريق الاستثمار أيضا عن طريق الاستثمار عن طريق الاستثمار يمكن أن نشيق تصدير لأنه لا يمكن يكون تصدير فقط من المؤسسات الوطنية يمكن في إطار الاستثمار الأجنبي في إطار الشراكة مع المؤسسات الأجنبية ندخل إلى أسواق والآن أعتقد في اعتقادي أنها أفضل وسيلة لماذا؟ لأنه ليس هذا بين المؤسسات الجيائية قادرة على التصدير ولكن الآن دخول الأسواق خاصة الأسواق الكبيرة فهي جدا صعبة والآن ينبغي البحث عن سبول دخول هذه الأسواق ومن بين هذه السبول وهو هذه المؤسسات وهذه الشركات الكبيرة لأنها إذا كانت شراكة أو استثمار مع هذه الشركات يمكن عن طريق هذه الشركات عن طريق منتج هذه الشركات أن ندخل إلى بعض الأسواق لأنها عندها تقاليد وعندها أسواق عندها حصة في الأسواق إلى غير ذلك يمكن استعمالها ولكن لا نستبعيد من تشجيع مثلا المؤسسة الجزائرية من عجل الولوش إلى أسواق وخاصة الأسواق التي يمكن الدخول إلى التي يمكن أن ننفس فيها وأيضا نحدد قلت مثلا المنتجات لأنها جد مهم أولا ما هي المنتجات التي يمكن أن ندخل بها إلى هذه الأسواق كيفما كان الأسواق وتانيا توقيت هذه المنتجات لأن أحيانا نعرف مجموعة ما الآن مثلا نتكلم عن الفلاحة كثيرة المنتجات الفلاحية كثيرا الآن أصبحت هذه المنتجات الفلاحية متواجدة طول السنة طول السنة ما هو المنتج الممكن أن نتبيز به ممكن إذا كان عندنا منتج نتبيز به في إنتاجه في وقت لا ينتج في بلدان أخرى ممكن مثلا هذه كحل إذا كان منتوجات بأنها في الجودة أفضل فعلا إذا كان منتوجات في الأسعار أفضل بماذا نتميز في هذه المنتوجات يبغي أن تكون الميزة يبغي أن تكون نعتمد على الميزة في المنتوج وحتى لو كما قلت لي من قبل حتى ولو أننا لم نحقق اكتفاء ذاتي داخلين في هذه المنتوج ومن أجل تطبيق هذا يجب قيام بدراسات اقتصادية دكتور حشماوي فعلا فعلا شكرا سيدي دكتور حميدوش نحن نتكلم عن الأسواق الإفريقية الجزائر أمضت اتفاقية مع تونس من أجل تبادلات التجارية لكن هذه الاتفاقية لم تصل إلى ما كلا متوقعا منها في الحق نعطيك بلد جار حدود مفتوحة هو في الأصل الصعوبة في اعتقادي تكمل في الدرجة الأولى إلى ضعف التكامل ضبر على مستوى شمال إفريقيا ما وشيء إلى تونس ثانيا ربما هذا الاتفاق حتى هو تجاري ولكن نظن باللي تونس رحا في مرحلة وين الجزائر حب التعطيل الأولوية فيما يخص الاستيراد على تونس ولكن همنا دو فاريونت يعني زوج متغيرات هناك متغير واحد هو تصدير الجزائر لسياح الجزائرين إلى تونس هناك في الخدمة بطالب من وزر سياح الجزائرين هناك في الخدمة يعني نروح لك للسيلة تونس بني الاستراتيجية الاقتصادية على السياحة وعلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذن معناه كان هذه الاستراتيجية ولا كان هذا الخيار كان واقع لما كانت ظروف عادية الآن رانا في ظروف استثنائية يعني كي نقولوا تحديد أمني ينفر كل ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية والسياح وبالتالي نذكر أن السوق التونسي عشر ملاهي الناس ما ما فيش الإيكونومي دي شادي ما عندوش قدرة باش يوصل للمنافسة بالنسبة للدخول للجزائر لماذا لأن كي نصدر مكاش منافسة لأن لدوزيان فاريونت لأن لدوزيان فاريونت عندنا مشكلة تعلقيتها على الغير رسمي إذن من المفروض عوض ما تونس واش عندهم فائد من سلع ذات جودة اللي كانت جات من الاستثمارات الأجنبية وكي نمهارة كانت روح حتى الروسيا إيطاليا مثلا دكتور حيندوش كي منتجات عديدة بكي نرضى لنشاهد في الصورة بصح الإشكال الإشكال وراه هو أننا هنا عدنا القطاع الغير الرسمي وين أوقع دار خالد منتج تما لما يتباع ويخلص الجماليك ويخلص الضراء يكون بسعر إذن هنا راح كاين سعر آخر إذن أنا إذا ما أجبوه زان فيت روح للواد أي وقت مع الصباح في المرشين تاحهم تشوف السيارات يعني الباركينغ تاعتونس هنا يعني كل المستلزامات تروح إذن معناها باللي ما دام ما قدرناش نظموا تجارة هنا عاوض ما يكون تدفق معنتها باللي راح كاين كلش غير رسمي نزيدك مثال باب آخر كما قدرني أنت أعطيني مثال يعني الأسماك ولا يعني تيجي الأسماك توسكي برودويدمار توسكي برودويدمار لو كانت جات عندنا أمور منظمة كوراك تشوف تدفق هاي الترخيص والتصدير إلى أخيره كلش راي يفوت في البحر من البحر للبحر من البحر للتونس من البحر للطليان من تونس للطليان كلش عملها صعبة ما كانش يعني دينار يزيد نزيد نقول لك يعني حتى يعني بأوخرت على الصيد هذو يعني تقدر تقول باللي يعني الآن ولت مشيغل تعمل يعني صيد السامك الآن را كان حتى المخدرات إذن رأنا في الإطار يعني الإطار غير رسمي الشيء الثاني هذا المشكلة اللي جاي متغير الثاني اللي جاي من الجزائر الآن المتغير الأول اللي جاي من تونس هو أن تونس لحد الآن ما زال ليتين في الديموقراطية وما داروش استراتيجية ولا ما داروش سياسة صناعية واقعية كي تروح تشوف مثال المغرب المغرب مع مكتب دراسات ماكينزي إح واش دار ماكينزي دارو بيش ماركينج يعني مقارنة في وما سماهم اللي سات موتور دو كرواسونس يعني السبع المحركة تعنمو ولا سماهم اللي سات ماتية دو موت إذن قارنو لوف شوريغ واش يقدرو في ميناء ولا منطقة حرة يعني في طنجا لما يقارنوها مع إسبانيا لما يقارنوها مع هولندا لما يقارنوها مع تركيا لما يقارنو يعني في ناشاطات مثل تكستيل ولا ناسيج ولا صناعة سيارات ولا لما تكون مقارنة مع شمال أوروبا مع أوروبا الشرقية مع مصر مع تركيا إلى خير إذن لما داروا هذه المقارنة وصلوا للنتائج أن هذه المهن فيها تنافسية ويقدروا يروحوا إذن يعني المغرب كانت عندهم هذه القدرات لما تامدوا على مكتب دراسي أمريكي عنده معطاية عنده معلومات عنده قدرات الآن يعني هذه في 2005 2008 2009 لما المغرب مثال حب يدير ما يسمى هذاك الليلون هذاك راح لله بيوتكنولوجي وميكرو نانو تكنولوجي وميكرو إلكترونيك إلى أخير بيوتكنولوجي إذن الآن اعتمد على القدرات انتعوا في الحقيقة رأوا يعني من 2008 إلى يومنا هذا ما زال راح بعيد على الواقع إذن الشيء الثاني نعود ونرجعه بالنسبة لتونس هو أن يجب أن تدرج القدرات انتعها بالمقارنة مع المهن العالمية واش قادر تدير وهنا يقدر يكون تكامل بناتنا الآن إذا كان في الحقيقة نجحة تونس احنا واشي همنا من هذا الاتفاق معندها فرصة مثل باقي الفرص مثل ما هي في تونس واشنا في الحقيقة عليهمنا تونس ويهمنا ليبيا ويهمنا المغرب مثل ما أوروبا عليهم هالي بولونيا ولا هالي روما ولا لأن لما نوصل لهذه الاتفاقيات هو النفوذ ولا الحصة انتعوا في السوق رايحة تتوسع الناتيجة الدخل انتعوا إذا كانت حسن الدخل انتعوا معندها طالب انتعوا سيزيد وبالتالي التجارة الخارجية ستزيد إذا نعود نرجع للسؤال هو في الحقيقة يذكرني بواحد المثال تاع الإمام شعراوي عجبني لما شرح قال الرسول رعيس لماذا خاتم الأنبياء فالشرح انتعوا قال لك يعني كانت الأنبياء الجي بكري كان كل قوم يجيه من نبي وقال لك هذا العبارة لكل البشرية معندها العولمة راندخلنا لها في عندها 14 قرن إذن فبالتالي تونس معندها فرصة وانا نشوف فرصة أخرى اللي هي مثال أنا نطرح سؤال لماذا مثل أمريكا شمالية كندا و يعني أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لماذا نوجد مصر يعني عندها يعني يعني الحصة من الصادرات نقدر نصيب وحتى ثمانية ولا تسعة بالمئة نصيب أيضا يعني بنجلاديش سريلانكا باكستان إلى آخره في عدة قطاعات لماذا يعني أنا ما دمي أفضل هذه الأسواق لأن الدخل تحت الأفراد يدير 12-13 مرة الدخل يدخل فبالتالي يعني من الآن اللي قد تكون عندنا يعني المستوى الضوائر الوزارية بما يسمى بالياقضة يعني نقدره نوصله هذه الأسواق إذن نعاود يعني نوافق الزملاء لما تكون معلل للتصدير ما هوش خمسين عام وانت راقد في 24 ساعات عاود تروح تقدر تدير التصدير إذن التصدير معندها ستون ستراتيجي هي أضوبتي بارتول موند ميزون بلاس بارقع لزاكتور وتكون يعني تخضع المنطق اللي يفرضوا عليك الأسواق شكرا دكتور حميدوش مشاهدين نقاشنا متواصل لكن في الفقرة الثانية من البرنامج ابقوا معنا فصل قصير ونعود أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج قضايا اقتصادية التي نعالج فيها السياسة التجارية للجزائر نعود نرجع لك سيد للماصل ونتكلم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر نتكلم لك على على موجة تصنيع أو تركيب تركيب السيارات في الجزائر هل يمكن لهذه الصناعة من خلالها تصدير إلى أسواق أفريقية إلى أسواق الأفريقية والله يعني تعويل على مثل هذه الصناعات شوف هذه أولا نسميها صناعات تركيبية فقط وهذه الصناعات تركيبية مبنية في الشكل اللي اخترنا نحن في الجزائر هذه الصناعات تركيبية هي مبدائية سنوات عشر سنوات يعني يمكن أن تندم فيها الصناعات الجزائرية دوك تفهم صناعات تركيبية مبنية على الاستيراد لماذا؟ لأن نسبة الإدماج ضعيفة كثير تصور أن رحنا في مشروع مثل هذا مشروع تركيب سيارة ومعناش نتيج صناعي يحيط بهذا المصنع بهذا النشاط وبالتالي فالخطاء الغيار يعني تصور كل سيارة تخرج من مصنع رونو الجزائر فهي مستوردة بحوالي 90% وبالتالي فشرك تستفاد يعني 90% من 140 مليون رهي عملة صعبة رهي تخرجها للجزائر من أجل استيراد هذه المراكبات وبالتالي فهذا الشكل مثل هذه المشروع هذا ما يخدم الجزائر هذا نحيوات كواتي ما نتكلم مش عليها ولكن إذا نروح ماذا فائدة الاستثمار الأجنبي في دفع الاقتصاد عامة وفي دفع الصادرات خاصة نشوف مثلا تكلمنا على الجيران تونس والمغرب نصور بأن حوالي 60% من الصادرات هذه البلدان ندرت بفضل الشركة الأجنبي بفضل الشراكة الأجنبية وبالتالي بشوف أهمية وفايدة هذه الشراكة إذا عرفت تختار الشريك لأن يفو سيب لي وهذا باش تعرف تختار إذا تكون عندك مخطط إذا تكون عندك استراتيجية قال أنا حبيت نطور قطع صناعة هل يجب الذهاب إلى فرنسا أو إلى أنجليترا أو إلى تركيا أو مع وش من الشريك اللي نجيب هل هاد شرط هاد شريك يناسبوني أو لا إلى آخره ونشوف وش عندي قدرات والإمكانيات الموجودة عندي في البلاد إذا منحصرها إذا منعرف وش عندي اشتور اليوم رحنا في مشروع اقتصادي بهدف سياسي هذا هو رنو ونتأسف اليوم نشوف بأن رأي جاي مشروع آخر وهو بجو بنفس شروط وعليش نقولك النفس شروط ما زال ما شفناش العقد ولكن معروف لماذا لأن منافس تعرنه ما يدخلش في بلاد ما يدخلش في بلاد علما أن العقد تعرنه وش فيه خمس سنوات خمس سنوات والمبيعات غير السوق الجزائري تصور بأن تكلمتلي على تصدير لي رنو يفرض عليك يفرض رنو يفرض عليها ما تصدرش يفرض عليها السيارة تنتعون كلها هنا في الجزائر نضيف لك إذا ما نبيعش رنو الدولة مفروض عليها في العقد باش شري لمبيعات تعالى رنو وبالتالي وش تفاد خاصة شوف بالمقارنة أنت تكلمت على مشروع رنو فقط لكن هناك مشاريع أخرى مشاريع بولتفاغن في مجال نفس الشي نفس الشي بولتفاغن أنت تقول تبحث عن شريك من هو شريك وكيف تتحور مع الشريك شوف يا أخي أنا اليوم نشوف القدرات أنت البلاد نشوف ما هي القطاعات اللي عندي نشوف يا هل ترى الدخول في هذه المشاريع تناسب المخططة أنت تناسب الاقتصاد أم لا هذه أسئلة ممكن في الوقت الحالي ما كانش من المفروض أن نروح في هذه القطاع نروح في القطاعات الأخرى اللي فيها عندنا قدرات وعندنا منتوج جودة عالية عندنا للي للي البرامات د كمبيتيش أحسن عندنا عندنا للي 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 نروح القطاع في مثلا نروح القطاع للي 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 إلى خير لنك هذا وعليش نتكلم على هذا شي لأنه لو كان عندنا مخطط لو كان عندنا رؤية اقتصادية واضحة لاختيار المشاريع تتبنى على حسب الحاجيات وعلى حسب القدرات وبالتالي نقول للي رونو رونو مشروع أخطأنا كثير في اختيار هذا المشروع أنا نحيي وزير الأول ولا هو اللي يحبس المشروع بجو ولا يقول مليح ولكن نتأسف أنا كيف مشروع كما هذا يطلع حتى الوزير الأول بالنقائص الفاضحة اللي كانت فيه يعني تصور في العقد يقول لك الشرك الجزيري ما عندوش الحق في النظر في التسير المؤسسة ما عندوش الحق في النظر في المبيعات إلى آخر يحتمع عندك شريك يجيب لك درهم يجيب لك درهم وعندوه 51% وما عندو حتى حق تصور هذا لو كقدرنا قاعدة 51 ساعة 40 لشرك الجزائري هو لتحكم في التسير ولكن وللأسف درنا هذه القاعدة وفي نفس الوقت درنا قانون درنا قانون ليم يعطيك شريك لا تحقق لكنه متحقق دكتور حشماوي هل كان لزاما على الجزائر أو كان من الأفضل للجزائر الاستثمار في قطع الغيار عوض تركيب السيارات هل كانت البداية لا فعلا لأن استثمار أجنابي يعني ينبغي ترح ما هي الأهداف من الاستثمار العجنابي المباشر يجب أن تكون عندك أهداف واشه باغي نقل تكنولوجيا رح نحاب نقل تكنولوجيا واشه باغي نصدره رح نباغي نصدره إلى غير ذلك لأنك تكون عندك أهداف تكون عندك أوراق ضغط بالتفاوض لأن كل هذه المشاريع هي مسألة للتفاوض عند التفاوض ربما تكون في موقع ضعف ويتفرض عليك مجموعات شروط أو تكون كما قال زميل نسيج مثلا هكذا صناعي لماذا صناعة مجموعة من القطع الغيار مثلا لهذه السيارة كنا هنا على الأقل عندنا لأن معدل الاندماج اللي هو 40% و50% كنا نعمل به في التفاوض متاعنا لأن هذا هو معدل الاندماج سنصنعه من أجل تطوير هذه الصناعة ومن أجل الخلق سوق لهذه القطع الغيار يمكن نجيبه رونو نستفيده من الرونو تكون هذا ولكن إذا فعلا ما كانش عندك هذا النسيج هو يضغط عليك لأن الكل غادي يستورد معنا أن فاتورة الاستيراد أيضا بأنها غادي تزيد هذه من ناحية من ناحية الثانية خصنا حبتان مثلا هات الصناعات الميكانيكية الصناعات الصيارات ما هي مكان هات الصناعات الآن في التكنولوجيات الجديدة هل في عدى عندها قيمة مضافة كبيرة أو ما عندهش قيمة مضافة كبيرة الصناعات عندما وقعت بعض الصناعات مثلا في أوروبا وغيرها بأنها وقعت المرضودية تحاول من توجي الانتاجية تحتها الصفر بغايت تحولها إلى بلندان آخر باش تستمر ولكن الآن رحنا في إعادة انتشار لانتشار في حد ذاته لأن الآن وكان نشوفهم جموعة المؤسسات وفرنسية اللي نحنظر على فرنسا اللي كانت في الصين ذلك هربت من الصين وراها ترجع لفرنسا لأن فعلا الصين طوروا الصناعات نتاحهم وأصبح غير قادرين على المنافسة مثلا بالصين ذلك لماذا لا نستفيد من هذه التغارات لماذا لا نستفيد من هذه الصعوبات ويمكن نفرض شروطنا ولهذا أعتقد إذا كانت فعلا عندك أهداف مثلا لأي نصر مثلا استثمار أجنبي كان هذا وغير هل نحتاج مثلا وتانيا نبغي التفريق ما بين هل نستورد أو ننتج لأن التجارة هي هذه تجارة وهي انطلاقا من مصلحتك انطلاقا إذا كنت هنا مثلا هذه السيارة نستوردها بأتمان قليلة بأتمان منخفضة ولكن نقابل بأتمان هنا مرتفعة في الجزائر يمكن هل في علا نفضل هنا يزور طرح سؤال لأن لماذا قلت لك الهدف وإن الهدف هو فقط أنك تجيب السيارة للسوق الجزائري ولكن الهدف غير نجيب المنتجة هنا صحيح لكن أهدف أخرى أهدف اللي فعلا تساهم في التنمية الاقتصادية فهنا شيء آخر هنا فعلا نختار ولهذا أعتقد أن الآن بالنسبة لي يجب خلق منافسة حتى بين هذه الشركة لأن يجب خلق منافسة إذا قلت كنت دارت في فوزفوغن كنت دار بعض الشركات الأخرى يجب أولا خلق نوع من المنافسة بين هذه الشركات حتى يمكن أن يستفيد من هذه المنافسة ويجب مثلا إعطاء الحرية القطع الخاص للدخول في شراكة مع بعض المؤسسات لأنه إلا ما كانتش دولة خلي القطع الخاص يدخل في شراكة مع وزفوغن يدخل مع شركة أخرى مع بيهم يدخل مع شركة أخرى وخلق نوع من المنافسة وخلق يمكن نوع لكي تساهم مثلا في عمل التوازن شكرا دكتور حشماوي دكتور حميدوش هو نفس السؤال الذي وجهته إلى الدكتور حشماوي هل كان من الأفضل التوجه نحو الاستثمار أو التصنيع في مجال قطع الغيار بحكم الحضيرة الكبيرة التي تتوفر على الجزائي من السيارات شوك قبل أطرحت لمثال سؤال على تونس يعني توانسى المعادلة داروها بساطة دارو يعني كل ما يتعلق الاستيراد دارو مخطط عام للاستيراد أي كونسيسيونير ما يقدرش يستورد غير الحساب واشتستثمار عندهم في البلاد فيما يخص قطع الغيار إحنا عدنا لابسي وبعد رجعنا هالوندي هما كانت عندهم لابي حكمنا نادرنا كوبي كل إليها بصح الفرق وراه هما هذي يعني التابع فيما يخص عملية الاستثمار إحنا ولكن تونس يعني تستثمر عفوا تستورد غير خمسين ألف سيارة بخمسين ألف شو واش دارو قاع الشركات جاوا استثمروا عندهم اللي يخدم في اللاب وجي اللي يخدم الكاربيراتور اللي يخدم مامورتسول إلى خير قد ما تستثمر قد ما نزيدك حصة وباش ما يقعش عندهم فوضى في السوق كل تلتة شهر يعيطوا ويدلوا معهم بيلون شحال استورد شحال باقي ما جبش الكوطان تعك يعطيها الأخر ستة شهر البيلون تسعة شهر العام البيلون بعد كي يخلاص العام شحال استثمرت قد ما استثمرت معناتها خلقه منافسة إذن في الحقيقة أنا بالنسبة لي تونس ما كان لش غلطين لماذا لأنه ما كانش يهم سيارة كي ما يهم منصب شغل كي ما يهم لسبة الاندماج وكي ما يهم معناتها عنده القدرة ولا سهولة للمناوانا باش يجيب أي مصنع أي مصنع إذن الإشكال هو أن نحن يعني نبغو كيف نقول الكورثان نبغو ضروك ضروك والبرودوية فينال هذا هو شكرا دكتور حميدوش أخر سؤال للماص نرى مثلا مدت البطاطا حتى تصدر من ولاية واتسوف يجب أن تنتقد إلى العاصمة في حين ليبيا دولة مجاورة بالرغم من الأزمة الأمنية التي يعاني منها هذا البلد الشقيق نتكلم على طماطم أضرار يعني رميناها ترمى بين قوسين في المزابل بالرغم من أنه في ضرف 48 ساعة يمكن أنها تكون في دولة موليطانيا والله أولا نحيي الفلاحين قاموا بمجهودات كبيرة هات السنة أعطونا درس في العمل وقاموا بالدورة تنتحهم المطلوب طلبنا منهم يديرون البطاطا داروا 300 ألف طن فائض طلبنا منهم طماطم داروا لكمية هائلة ولكن الدولة ما قامتش الدورة تنتحها ما رافقتهمش في احتواء هذه الكميات هذه هذا بالطبع نعود إلى سوء البرمجة كذلك 30 ثانية سوء البرمجة وعدم تخطيط لما نتكلم على تصدير نتكلم على تنظيم التجارة المحلية أولا إذن لما ننجح في تنظيم التجارة المحلية هذا يساعدنا في نجاحنا في تطوير صاديرات الانتعان لو كان نظام لو كان التجارة المحلية منظمة لو كانت هناك شبكة توزيع بين واضحة لا ما كان ما يطرحناش المشكلة الفائد في المنتوج الفلاح شكرا وصلت الفكرة دكتور حميدوش 30 ثانية إذا كان سامحت قبيل قلت لك يعني ما وش خمسين عام ونتي راقد ومبعد حاول تصدر صاري كما هذا كل كان راقد وشاف الناس تدير لها كورس عويطة ومورس وقال ومبعد حاب يدير معهم لها كورس يكفيها تدريبات وتكوين إلى آخره إذن معناه أنها سلسلة باش تخليك تقدر توصل المنتوج إلى بر الأمان شكرا دكتور حميدوش مشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج قضايا اقتصادية نشكر ضيوفنا الكرام السيد اسماعيل للماص الخبير في التجارة الخارجية ورئيس جمعية الجزائر الاستشارات للتصدير كما أشكر الدكتور محمد حشماوي المحلل الاقتصادية شكر الموصول كذلك للدكتور محمد حميدوش الخبير المالي المستشار الاقتصادي كما نشكر كل من تفعل مع موضوع البرنامج عبر الفيسبوك يمكنكم توصلوا معنا وإعادة مجاهدة الحلقة عبر صفحة البرنامج على شبكة توصول الاجتماع الفيسبوك على العنوان الموجود على أسفل الشاشة الأسبوع القادم موعد جديد وقضية جديدة من قضايا الاقتصاد لكم تحياتي وانحياتي مخرج الحصار وكل فريق العام المعادي انتقام